أعلنت مدرية الصحة بمحافظة سهاج عن انطلاق قوافل طبية على مدار يومين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات الطبية المجانية تستمر القوافل على مدار يومين وتشمل تسع تخصصات طبية متنوعة وصيدلية ومعامل للتحليل وخدمات تنظيم الأسرة ذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمشاركة عدد كبير من الأتقم الطبية والمعاونة عندي في القفلة تسع تخصصات بطنة وأطفال ونسة وجراحة ورمض بجلدية وعظام وأسنان وتنظيم أسرة كل الخدمات بتقدم مجاني سواء كشف أو علاج أو أشعة أو معمل تحليل عندي عمالين تحليل منفصلين معمل للتفاليات ومعمل للدم كمان بتقدم ندوات توعية لأهالي القرية داخل القفلة عندي في القفلة تسع تخصصات بطنة وأطفال ونسة وجراحة ورمض بجلدية وعظام وأسنان وتنظيم أسرة كل الخدمات بتقدم مجاني سواء كشف أو علاج أو أشعة أو معمل تحليل عندي عمالين تحليل منفصلين معمل للتفاليات ومعمل للدم كمان بتقدم ندوات توعية لأهالي القرية داخل القفلة وصلت القفلة الطبية المجانية أعمالها بمدينة أبوزنيم بمحافظة جنوب سيناء لتوقيع الكشف والفحص الطبي على أهالي المدينة والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية إلى جانب صرف العلاج بالمجان ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بهدف الوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً في تلك المحافظة ترجمة نانسي قنقر